الحقيقة تقرير للعرب الجديد بيتكلم على حاجة مهمة قوي انه لا مكان للفقراء في مصر مفيش مكان للفقراء في مصر يا جماعة ويمكن حضرتك هتستغرب وانا بتكلم ان انا هبدأ بالكلام عن الفقراء والسكة الحديد بعدين هروح لتقرير اجنبي عن العاصمة الادارية الجديدة وبعدين هرجع مع حضرتك للمستشفيات انا مش بتكلم في ثلاث موضوع منفصلة بالعكس بتكلم في صلب الموضوع اللي كنا بنقوله مبارح حق الدولة وحقك انت كمواطن النهاردة بنتكلم على حقك اللي ضايع على انك فعلا ما بقلكش مكان في هذه الدولة في ظل المنظومة الحالية تعالوا نشوف العرب الجديد قال ايه لا مكان للفقراء حوادث القطارات في مصر تلقى الضوء على اولويات الدولة المشكوك فيها نروح على طول لتفاصيل التقرير بيقولوا ان المخاوف تزايدت بشأن تضاهر اوضاع القطاع اولويات الانفاق الحكومي بقى لنا عقود الحكومات المتعاقبة بتقول ان السكة الحديد تتكبت خسائر وخلتها مترددة في الاستثمار وانه السيسي فضل انه يحط 10 مليار جنيه في البنك على انه يطور السكة الحديد التصريح الشهير طبعا بعدين بيرجعوا بينا كده للمحة تاريخية انه احنا بدأنا في موضوع السكة الحديد سنة 1851 وده خلى البلد الاولى في المنطقة والثانية في العالم بعد بريطانيا المملكة المتحدة والبنية التحتية للقطاع بيعتقد كثير انها بتعود لهذه الحقبة من ايام 1851 الحكومة بتتكلم انها ادخلق قطارات حديثة لكن الخدمات الحقيقة متوضعة جدا للمصريين ودي بالمناسبة نقطة مهمة لما لي نتكلم على المستشفيات بعد شوية الحكومة بتقول لك انا ببيع بأجر بستثمر لكن الواقع ان الناس مش لاقي خدمة مصادر في هيئة السكة الحديد اتكلمت للعرب الجديد وقالت ان الهيئة تغاضت عن مئات القطارات القديمة اللي بيستخدمها الفقرة القطارات اللي بتحصل فيها حوادث اثبتت انها متهلكة عفى عليها الزمن لم يتم تقديم اي دعم فني او اي صيانة مناسبة لأذي القطارات منذ سنوات معرفش كامل واخد 35 مليار وهو ما بيطورش ازاي الهيئة بتتجاهل شكاوى العمال من تردي حالة مسارات القطارات والعربات الهيئة بتتجاهل اجهزة الاتصالات اللي بتتعرض لاعطال متكرر واحد من العمال قال للعرب الجديد ان ربنا واحده هو اللي بينقذ اكباد الالاف من الركاب والعمال يوميا احنا بندفع تمن الفساد والاهمال المزعوم من جانب المسؤولين بعدين بيرجعونا لمشكلة الكابش الفدأ او الخطأ البشري اللي بيلبسوها للناس الغلابة كل مرة وبيقولوا كمان انه في التقرير لا مكان للفقراء في مصر لانه تكرار الحوادث دي بيهدف الى التشكيك في قيمة المشاريع الضخمة اللي بتستهدف في الغالب الطبقات الاجتماعية الغنية والمتوسطة وانه في ناس كتيرة جدا عايشين تحت خط الفقر وبيتكلموا عن المونوريل المشاريع المثيرة للجدر اللي اتكلمنا على جزء منها يوم الحدثة بتاعة القطار واليوم اللي بعده كمان لكن بتلاقي تقرير تاني من موقع نيو ستيتسمن والحقيقة التقرير بينقلنا من حوادث القطارات للعاصمة القديمة والعاصمة الجديدة وعنوان التقرير رسالة من القاهرة العاصمة الجديدة لا يمكنها ان تمس المدينة القديمة التقرير بيحكي صحفي نزل مصر ونزل حي الجمالية وشاف حاجات بشعة جدا في المنطقة بيتكلم ان الجرفات والمجمعات السكنية يعني لا تقارن بروح القاهرة العريقة وانه المساجد والمآذن اللي بتعود للعصور الوسطى بتسيطر على حي الجمالية اللي بيشتهر بالفقر والبؤس وبيعتبر عالم منفصل عن باقي الكون قابل شابة شغالة في مشروع لاحياء الحرف الإسلامية في الجمالية قالت له انها مزارتش الاهرامات ابدا على الرغم من انها بتبعد عنها عشر دقايق وبيقوله وصل لشارع أمير الجواني اللي كان مزدود بعربية كره عربية بوحمار وقال انه العربيات الكره شاهدت انتعاش في الفترة الأخيرة بعد معاناة الجنيه المصري من الخفات حاد وارتفاع في تكلفة الوقود فالناس بقى بتركب العربية الكره دلوقتي الله يرحم الحمطور كان عندنا في ضميات زمان بعدين بيقولك انه في شيء هائل بيحدث الجديد يسيطر على القديم لكن من أين تأتي هذه الأموال بيقول على سبيل المثال القاهرة الجديدة الجيزة الجديدة العاصمة الجديدة القاهرة الأحدث لوحات إعلانية بتتكلم عن أسلوب حياة أوروبي بتتكلم انهم هيعملوا مركز دبي المالي العالمي يعملوا صورة طبق الأصل منه سموا المجمعات الجديدة أوميجا إنفينيتي كأنها عملات مشفرة لكنه بينقلك فجأة للغلابة بينقلك فجأة للناس المطحونة وده بالضبط اللي هنتكلم عليه بعد شوية في المستشفيات إحنا بنستثمر إحنا بنطور إحنا بنبيع بس الناس بتروح تنمع الأرض ومش بتلاقي أي خدمة بيقول إنه من الأماكن الأكثر احتمالاً رؤية الجرفات في وسط القاهرة ما يعرف بمدينة الموتة اللي بتضم بعض من أروع الأدرحة في المدينة بيقول إن المقابر دي بنيت لرجال الدولة المشهورين ورجال مقدسين لكن القاهرة الجديدة محتاجة تعمل كباري على حساب هذه المقابر الناس بتحتاج جماعة الحفاظ على التراث بتحتاج أحفاد الموتة بيحتاجه لكن لا حياته لمن تناتي بعدين بيقول إنه مدينة الموتة وده الجزء كان الأصعب والأقصى في هذا التقرير إنه حد أجنبي يشوف الكلام ده بيعنيه ويكتبه بيقولك إن مدينة الموتة أيضاً هي بشكل غير معقول مدينة للأحياء فبيقولك يمكنك بسهولة مقابلة تاجر فقير في سوق بوسط المدينة لما تسأله عن مكان إقامته هيقولك الأرافة أنا ساكن في الأرافة ساكن في المقابر بيقولوا إنه بضعة ملايين من الناس عايشين هناك ومجرد عينة مما رأيت الراجل شاف مكتب بريد شاف محط ببنزين شاف مطعم خيري شاف طوابير فقراء قدام المبنى ده كل صباح عشان يكلوا وبيقولوا إن المنظر اللي بيطل على أفق الجمالية من النافذة يستحق العنام جرفات بتاكل كل ما تبقى من المدينة الألات دي لا تمثل الأحياء لأن الأحياء عايشين في وقام مع الموتى وإن الجرفات والألات هي الموتى اللي ما عاشوش أبدا التقرير مزعج زي ما قلت لك ومؤلم جدا أن مواطن أجنبي يجي يكلمك عن الكلام ده لكن خد بقى الكلام اللي الراجل قاله في الجمالية في المقارنة ما بين العاصمة الجديدة والناس الغلابة خد الكلام اللي قلناه كمان في الأول إنه لا مكان للفقراء في مصر وتعالى نشوف الخبر الجاي ده هو بنفس الطريقة هو في نفس السياق بص يا سيدي الصحة تزف بشرى صارة للعاملين في مستشفى أورام دار السلام الحمد لله عملوا كشفوا موعد انعقاد اجتماع اللجنة المشكلة بقرار وزير الصحة والسكان لبحث واقتراح ما يلزم بشأن الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية للعاملين بمستشفى أورام دار السلام هرمل بعد إسناد إدارتها لصالح شركة إليفات برايفت أكوتي لتصبح فرعاً من المركز القومي الفرنسي للأورام زوستاف روزي الدولي أنت بتتكلم هنا على إيه؟ بتتكلم أن احنا جماعة هنخص خص وإحنا بنبشركم أن كل حاجة هتتحل إحنا هننفذ القانون الجديد وخلاص وكل حاجة هتتبعه هتتأجر واتبسطه أنتوا يعني هتعيشوا في تبات ونبات وهتخلفوا صبيان وبنات وهتستمتعوا جداً طيب هل القانون اللي هو واضح أنه يبدأوا ينفذوه خلاص وهتبدأ مستشفيات تتبعه وتتأجر هل فعلاً هو بشرة صارة زي ما وزارة الصحة بتزفها هل احنا بنتكلم على بشرة صارة سواء للدكاترة أو للمرضى اللي هم بيروحوا المستشفيات دي يومياً أو لا هل احنا بنتكلم على مدينة جديدة للأموات اسمها مستشفيات وزارة الصحة اللي هتتبعه وتتأجر وبنتكلم عن القاهرة الجديدة زي ما الراجل بتاع نيو ستيتس من قال